وقد فتحت عدة دول قنصليات لها في مدن مثل العيون والدخلة بما يعزز جهود المغرب الدبلوماسية وتحدث جلالة الملك أيضا عن التحول من استراتيجية رد الفعل إلى الاستراتيجية الاستباقية مؤكدا أن الصحراء جزء لا يتجزأ من المغرب وغير قابل للتفاوض هذه التطورات تؤكد رغبة المغرب في ضمان وحدات طرابية وتعزيز ازدهار المنطقة يلعب النهج الديني المغربي المعتدل القائم على المذهب المالكي دورا حاسما في تعزيز الامن ومكافحة التطرف ويعمل جلالة الملك بصفته أمير المؤمنين على توجيه الخطاب الديني نحو التسامح والاعتدال ويساعد تدريب الآئمة في معهد محمد السادس على نشر التفسير المعتدل للإسلام ونبذ التطرف إن جهود المغرب في الحوار بين الأديان وتعزيز الإسلام المعتدل جعلت منه نموذجا للاستقرار في منطقة حساسة مما ساهم بشكل كبير في محاربة الأيدولوجيات المتطرفة لا يزال الدين يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وهو الأمر الذي يؤثر على المرشحين والناخبين فالمرشحان غالبا ما يتناولا القضايا الدينية مثل الإجهاد والحرية الدينية والإيمان للتواصل مع الناخبين المتدينين إذ يشكل المسيحيون الأنجليون كتلة تسوطية محافظة وقوية بينما يحاول المرشحون التقدميون مخطبة المتدينين بالتركيز على قضية العدالة الاجتماعية إن الدين يشكل استراتيجيات الحملات الانتخابية وسلوك الناخبين مما يؤكد تأثيره الدائم على السياسة الأمريكية والانتخابات لمناقشة هذه الموضوعات أستضيف اليوم السيد دويت بوش الذي عمل سفيرا لأمريكا لدى المملكة المغربية في عهد الرئيس باراك أوباما وهو حاليا رئيس مؤسسة دي أل بوش أند أسوشيتس للاستشارات الاستراتيجية ومقرها واشنطن معنا أيضا الحخام الأكبر ديفيد روزن الرئيس الدولي لمنظمة أديان من أجل السلام والرئيس الفخري للمجلس الدولي للمسيحيين واليهود وهو أيضا عضو في مجلس الزعماء الدينيين العالميين التابع لمعهد الهيجة للحوار بين الأديان ومعي هنا في الستوديو عزيز فهمي الصحفي والمعلق التلفزيوني المخضرم حيث سبق له العمل في تغطية الشؤون العربية لشبكتين NBC و CNN الأمريكيتين ومحطة تلفزيون ZDF الألمانية وقناة NBC والتلفزيون السعودي ويقدم تحليلات للعديد من الفضائيات العربية وكالمعتاد معنا المعلق الخاص للبرامج كريسلا باتينا رئيس مؤسسة Focus Consulting وهو استراتيجي يعمل مع الحزب الديمقراطي دعونا نبدأ بكريسلا باتينا في خطاب جلالة الملك قال وأقتبس ودعوت كذلك للانتقال من مقاربة رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزب والاستباقية على مدى خمسين عاماً ظل هذا المشكل يشكل مصدر صدام في منطقة شمال غرب إفريقيا برفض الجزائر لأي توافق كريس ما الذي تتوقع حدوثه ونحن نقترب من تاريخ الثلاثين من أكتوبر موعد الجلسة المقبلة لمجلس الأمن بخصوص هذا الملف ما الذي سيحدث بين الآن وهذا التاريخ أولاً هو خطاب مهم جداً لجلالة الملك وموضوع الصحرائي يهم العلاقات المغربية الأمريكية وكما يعلم الجميع فالولايات المتحدة اتخذت موقفاً مسانداً للمغرب في قضية الصحراء وهذا أمر جيد وأظن أن خطاب جلالة الملك يسير في تناسق مع أسلوب تفكير العالم وهو أن الوقت قد حان لطي صفحة هذا المشكل وأن المنطقة حيوية بالنسبة للأمن والاقتصاد العالمية وهناك تفاهم بأن الموقف المغربي هو الموقف الأحسن والأكثر واقعية عكس مواقف منهم في الطرف المعادي حيث لا مرجعية لمواقفهم وهو ما سوف يتضح في الاجتماع المقبل لمجلس الأمن وأتوقع أن يكون قراره بلورة لرؤية صاحب الجلالة ومستقبل المغربي بخصوص ملف الصحراء مواصلة للحديث عن موعد الثلاثين من أكتوبر نتواجل السفير دويت بوش سعدت السفير جلالة الملك قال في خطابه وأقتبس لقد قلت منذ اعتلاء العرش أننا سنمر في قضية وحداتنا الترابية من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير داخليا وخارجيا إذن الفارق في رأي جلالتي هو في أسلوب التعاطي مع هذا الملف خصوصا نحن نضطرب مع موعد الجلسة لمجلس الأمن وجلالته لا طالب تحدث عن هذا الملف ولسنوات فما هي في رأيك التغييرات التي يقصدها جلالته من الآن فصاعدا شكرا لك يا مارك على هذا السؤال ولي الشرف أن أكون معك اليوم وأريد أن أؤكد للجميع أنني أتحدث كمواطن أمريكي وليس كعض في السلك الدبلوماسي للولايات المتحدة وهنا فما سأقول لك هو أنني لم أشعر بالدهشة وأنا أستمع لما أعلنه جلالة الملك محمد السادس فنعتقد أن جلالته بذل جهودا غير عادية للمضي قدما بالمملكة المغربية وقد بدأ جلالته بالتفكير في أهمية الدين وتوفير الأمن للشعب المغربي ثم انتقل بالبلاد نحو تصور ديناميكي للمغرب الذي يمضي قدما والذي يخلق الوظائف والفرص الاقتصادية لشعبه وضمان أن يظل المغرب بلدا ينعم بالاستقرار والأمن كما أن جلالته أدرك أهمية العلاقات داخليا وخارجيا والتي يمكن أن تساعده في المضي قدما بالأجندة التي وضعها للمغرب فكما تعلم فإن هناك علاقة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب حيث أن المغرب كان أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة وتثمن أمريكا ببالغ التقدير علاقتها بالمغرب كما أن للمغرب علاقات دبلوماسية قوية على المستوى الدولي وهي بلغة الأهمية لنجاح المغرب لأن هذه العلاقات تساند وتفسح المجال أمام جلالة الملك ليحقق أحلامه ويوفر الإمكانيات لشعبه هكذا فإن المرحلة التالية التي يتحدث عنها يتأكد من أولاً احترام وحدة أراضي المغرب وثانياً ضمان خلق فرص اقتصادية لشعبه لكي ينمو يزدهر وثالثاً ضمان احتفاظ المغرب بعلاقات بالغة الأهمية تساعد البلاد في المضي إلى الأمام شكراً سعادة السفير بالإضافة إلى ما سلف تحدث جلالة الملك عن التغيير الذي عرفه موقف فرنسا ودعمها للمغرب كما ذكر بالموقف الأمريكي كذلك ودول أخرى مثل ألمانيا وأسبانيا سؤالي هو كيف تقيم موقف الرئيس الفرنسي الذي عبر عنه في شاريوليو الماضي دعماً لمقترح الحكم الذاتي وصاحب الجلالة وجه له دعوة لزيارة المملكة هل كل هذا ساهم في تخفيف حدة التوتر الذي عرفه البلدان في السابق؟ دعني أجيب عن سؤالك بالقول أولاً علينا أن نتفهم أن ما حدث فيما بين عامي 2019 و2020 كان تتويجاً لفترة طويلة واصلت خلالها الولايات المتحدة الاعتراف بالاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي كحل جدي يتسم بالمصداقية والواقعية وعندما كنت أقيم في المغرب وأعمل مع القصر الملكي والسلك الدبلوماسي والأطراف الأخرى المعنية بذلك السياق أوضحت بجلاء أن المبادرة التي طرحتها المملكة المغربية كانت مشروعة للغاية لذلك كان هناك تتويج نجم عن ذلك والاعتراف الذي صدر عن فرنسا في الأوينة الأخيرة هو اعتراف بالغ الأهمية لنجاح رؤية جلالة الملك محمد السادس لوحدة المغرب وسواء كنت مواطنا في إقليم مغربي يقع في الشرق أو يقع في الجنوب فكلهم مواطنون مغاربة وصحواص جلالته تنمية تلك المنطقة وضمان أن ينعم المواطنون فيها بفرص التقدم الاقتصادي الذي يتحقق فيها وضمان أن يتلقى الشباب المغربي في المنطقة التعليم الذي تتطلبه الوظائف التي ستصبح متاحة هناك حيث أن الشركات العاملة فيها سواء كانت مغربية أو فرنسية أو أمريكية أو من دول أخرى تدرك أن رؤية جلالة الملك محمد السادس للمغرب هي رؤية هامة على المدى الطويل لأمن المملكة المغربية وأمن أوروبا وأمن الولايات المتحدة سعادة السفير في خطاب كذلك ذكر جلالة الملك بمبادرته الأطلسية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي للتجارة والمبادلات كيف تساهم هذه المبادرة في دعم التجارة البينية بين بلدينا كذلك؟ أعتقد أنه يتعين الإشادة بجلالة الملك محمد السادس لاتخاذ هذه الخطوة وتشجيع مزيد من التكامل الاقتصادي في المنطقة والذي يساعد في توفير الرقاء ليس فقط للمغرب ولكن أيضا لدول الساحل والتي يتعين عليها تعزيز الأمن لأنه عندما يتعفر للمواطنين الوظائف والاستقرار الاقتصادي تقل الأخطار وتتقلص قدرة الأطراف الخارجية على خلق المشاكل والمصاعب وأعتقد أنه على المدى الطويل ليس فقط من خلال كلمات جلالة الملك وإنما بأعماله حيث أن جلالته يؤسس موقفا ديناميكيا للغاية في المنطقة لخدمة العديد من الدول وكل شعوب المنطقة سؤالي الأخير لك سعادة السفير أحد الأشياء التي لم تتغير منذ أنهيت مهامك بالمغرب هو تحدي مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل وجنوب الصحراء كيف ترى تداعيات هذا الخطاب على مستقبل أمن هذه المنطقة المتطربة الشمال غرب أفريقيا ما يمكنني قوله إعادة التأكيد على ما قلت لتوي عن أهمية الأمن والأمان في منطقة الساحل ليس فقط للمغرب ولكن بالنسبة لكل دول الجوار في منطقة الساحل والتي أتعين على دولها أن تخلق مناخا يتمكن فيه أبناء شعوبها من التمتع بالأمن والأمان والرخاء حيث أن السبب الكامل وراء انتشار هذه المنظمات الإرهابية العدوانية هو الفراغ الناشئ عن الافتقار إلى الحكم الرشيد والقيادات فهذه المنظمات تستغل لهذا الوضع والسبيل لمجابهة ذلك هو خلق مناخ يمكن فيه للمواطنين الحصول على قصة جيد من التعليم والمشاركة في الفرص الاقتصادية واحترام عقيدتهم والعمل بشكل جماعي في القضايا التي تهمهم فإذا أمكن زيادة التجارة في منطقة الساحل والتي أعتقد أنها ستحدث بسبب ما أعلنه جلالة الملك محمد السادس مما يعني أن عدد العاطلين عن العمل سيقل وسيقل عدد الشباب الذين لا يجدون فرصة للعمل وعندما توفر للمواطنين التعليم وتخلق لهم فرصا اقتصادية وتضمن احترام كرامة المواطنين لا يعد هناك مجال للإرهاب وهذا هو هم شيء يجري العمل فيه حاليا شكرا جزيلا سعادة السفير دوات بوش على وقتك واهتمامك الآن ننتقل إلى موضوعنا الثاني في هذه الحلقة وهو التجربة الروحية في المغرب وهي فريدة وتعكس التعايش السلمي بين كل المعتقدات والتسامح الذي يشكل الأسس الرئيسة لهذا التعايش بين المغاربة كما تلعب مؤسسة إمارة المؤمنين دورا هاما في حماية كل المعتقدات وضمان رفض التطرف والعنف في المنطقة للحديث عن هذا الموضوع نحن سعداء باستضافة شخصية مهمة أخرى وهو الحاخام الأكبر ديفيد روزون من مدينة القدس سيد ديفيد نحن سعداء لقبول دعوتنا أنت حضرت عدة مناسبات بالمغرب وتعرف هذا البلد جيدا ودرسته عن قرب ما هي انطباعتك عن التسامح الديني في المغرب أعتقد أن التاريخ والوضع المعاصر فيما تعلق بالتسامح الديني في المغرب واحترام التنوع الديني يشكل وضعا فريدا وهو التطبيق الأصيل لمعظم القيام النبيلة للدين الإسلامي وأعتقد أن وراء ذلك عدد من العوامل ولكن بدون أي شك فإن الدور الحيوي للقيادة في المغرب كان له أبلغ الأثر ويعود هذا في الأساس إلى جلالة الملك محمد الخامس والذي وقف ضد محاولات النازيين اعتقال اليهود المغاربة لإبادتهم حيث أعلن أنهم مواطنون مغاربة وأنه بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية ورغم كونهم تحت حكم نظام فيشي واستمر هذا السجل الباهر تحت حكم نجله ثم حفيده وبطبيعة الحال هناك أيضا تاريخ للتنوع الديني في المغرب والذي يعود لموقعه الفريد والاستراتيجي وتعاملاته العديدة مع ثقافات مختلفة وديانات متعددة لقد ازدهر مجتمع اليهود في المغرب ربما بشكل لم يحدث في أي دولة أخرى في العالم الإسلامي وحتى الآن يوجد مئات الآلاف من اليهود في إسرائيل يرون جلالة الملك محمد السادس ملكا لهم أيضا وهم يحتفظون بذكرياتهم في المغرب بمحبة جمة يعود كل هذا إلى ذلك التراث المرموق الذي كما ذكرت له علاقة بالتراث الصوفي ومع ذلك فإن الازعام في هذا الخصوص أهمية رئيسية وكان لي شرف عظيم للمشاركة وإلقاء كلمة في المهرجان الأطلسي الأندلسي الذي بذر بتنظيم السيد أندري أزولاي والذي لا أعتقد أن له مثيل في العالم حيث تقاسم فيه مسلمون ومسيحيون ويهود تراثهم الثقافي وتراثهم الموسيقي وتعلموا من بعضهم البعض واحتفلوا معا وكان شيئا عظيما حيث لا يعلم العالم ككل عن ذلك التراث الذي يعود إلى المملكة المغربية وهذا سبب تطرقني لهذا الموضوع سيد ديفيد شكرا على هذه الإشارة الدقيقة ففي المغرب لدينا كنائس مسيحية ومعابد هودية بالقرب من مساجد المسلمين ويقصدها مواطنون من كل الأعراق والجنسيات ما هي العناصر التي تساهم في تقوية هذا التنوع الديني وما هو الدور الذي تلعبه القيادة المغربية في ضمان هذه الحرية عبر كل أرجاء الأمة دور القيادة بلغ الأهمية لأنك قد تجد توجها ثقافيا متاحا ولكن إذا لم تتح القيادة المجال أمامه تكون هناك دائما مخاطر التخريب المحتملة وتقويت ذلك التراث وهناك مجالات عديدة مختلفة ستجد أن جلالة الملك محمد السادس أو لاها اهتمامه من خلال برنامج متكامل مثل إعادة تأهيل وترميم المقابر اليهودية في أنحاء المغرب للحفاظ على ذلك التراث ربما تعلم كذلك أن النظام التعليمي في المملكة المغربية يضم ضمن مناهجه حاليا تعليم التراث اليهودي في المغرب هكذا فإن المغرب لا يحافظ على ذلك التراث فقط وإنما يفتخر به واعتقد أن بوسع العالم أن يرى مثالا في المغرب كدولة إسلامية يقودها زعيم له مكانة خاصة في العالم الإسلامي يسمح للديانات المختلفة أن تزدهر خاصة الديانات الإبراهيمية ثلاث بحيث يمكن لأتباعها أن يعيشوا جنبا إلى جنب في مناخ من الاحترام المتبادل تطبيقا لتعليم القرآن التي تقول بأننا خلقنا من شعوب مختلفة لنتعرف على بعضنا البعض دعونا نتحول إلى السوديو والحديث مع السيد عزيز فهمي عزيز أنت مواطن أمريكي من أصل مصري وتدرك جيدا نعمة التعايش الديني اعتمادا على تجربتك الشخصية في مصر بين المسلمين والأقباط وكذلك الحضور التاريخي لليهود في مصر إلى أي مدى ترى أهمية دور الدولة في ضمان الوئام الاجتماعي على الرغم من الاختلافات العقائدية طالما وقفت الدولة على مسافات متساوية من كافة الأديان يكون هذا أمرا ضروريا للغاية لتوفير التجانس داخل المجتمع وعندما نتحدث عن العلاقة بين المسلمين والأقباط واليهود يتعين علينا أن نتذكر أنه في عقاب محاكم التفتيش في أوروبا وعندما حاولت إجبار المسلمين واليهود على اعتناق الديانة المسيحية بالقوة فأنهم ذهبوا جميعا إلى المغرب ثم إلى مصر ومن أبرز رجال الدين اليهودي الحخام مايوميندس الذي عاش عامه الأخير في مصر والتي تكرم داره حتى يومنا هذا وكان له كنيس يهودي في القاهرة قمت بزيارتي عندما كنت في مصر في العام الماضي فمن المهم تماما الاحتفال بذلك التاريخ لكي ندرك أن كل ما يحدث الآن في المنطقة ليس هو ما كان عليه الحال فيما تعلق بالعلاقة بين المسلمين واليهود بشكل خاص وعندما ينظر المرء إلى التاريخ وكيف كان الحال في الماضي ثم ينظر إلى ما نحن فيه الآن سوف أشعر يقينا بالحزن أعود إلى الحخام ديفيد بقراءة كتاباتك المتعددة توقفت عند أها أحد أهم أنشطتك وهي دعم التعايش السلمي بين كل المعتقدات ما هي الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة المغربية خصوصا بالنسبة للشرق الأوسط بل والعالم أجمع نعم وأعتقد كما قلت من قبل المغرب يجسد أكثر جوانب الإسلام نبلا حيث يظهر أنه لا يوجد تناقض بين الإسلام والحداثة ولا بين التعليم الدينية والعالم الحديث فالمغرب يمثل مثالا مضيئا لإمكانية تعايش وتكامل هذه الجوانب المختلفة وهو أمر بالغ الأهمية لأنك سوف تواجه مشكلة إذا لم يكن لديك نظام يحقق التوازن داخل مجتمع علماني بين الدين وتعاليمه وقيمه بحيث يمكن أن يمنح معنا وعمقا للمجتمع العلماني بشكل أو بآخر والمغرب يجسد هذه الروح وهو ما تحتاج أوروبا أن تتعلمه لضمان مستقبل للتعايش والتجانس على المدى البعيد